فإذن أول العلم ما هو العلم؟ العلم معرفة الله معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة الله سبحانه وتعالى تتضمن أربعة أمور معرفة وجوده معرفة ربوبيته معرفة ألوهيته معرفة أسماه وصفاته هذه كما عارف الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى أربعة النقل يعني الكتاب السنة العقل وهذا معروف الحس والفطرة الحس يعني أن نجد يعني كلام الله حقا في حياتنا ونحس ونستشعر يعني يكون إنسان في ضيق وفي شدة وفي اضطرار أما يجيب المضطرة إذا دعاه فيسأل الله سبحانه وتعالى فتكون ساعة استجابة أو حالة استجابة فيستجيب الله له فورا هذا دليل وإحساس بوجود إله والرسل عندما يستنصرون ربهم فينصرهم الله جل وعلا ويهلك أعداءهم هذا دليل حسي على وجود رب سبحانه وتعالى يربي عباده وأولياءه ثم الفطرة هذا الشيء الذي هو داخل النفس أذكر لازلت هذه المقالة سالة 1987 الـ 407 جريدة القبس وضعت قصة لملحد سوفيتي لما كان السوفيت موجود قالوا أنه لما عندما جاءته سكرات الموت قال يا الله قال يا الله كتبوه فاللي عنده حوله قال كيف تقول يا الله قال لا أدري لكنها النفس البشرية يقول مو أنا اللي نطقت النفس البشرية أو الفطرة البشرية التي نطقت فاعذرون يعني مو كيفياً فسبحان الله كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوة أي هم مستيقنين لكن لماذا جحدوا ظلماً وعلوة ما يريدون ذلك نساء الله العافية